والنهاردة تحديداً انطلقت أعمال الدورة 14 لقمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات اليوم افتتاحي للقمة واللي بدأت بجلسة العمل الخاصة بعلاقة التجارة والاستثمار بالاقتصاد العالمي حيث ناقشت التحديات المختلفة في هذا الصدد وتأثير أو تأثيرتها السلبية على جهود تحقيق التنمية المستدامة في العالم وعقبها جلسة العمل التانية حول الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والتي تناولت بدورها كمان سبل تسخير الابتكار والقدرات التكنولوجية لبلوغ أهداف التنمية الدولية وهتناقش القمة الحقيقة عدد من الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد العالمي والتجارة الدولية والاقتصاد الرقمي والنمو الشامل والبنية الأساسية والمناخ والطاقة والبيئة وعلى هامش القمة عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاءات مع عدد من المسؤولين منهم على سبيل المسال رئيس وزراء إيطاليا بالأضافة كمان التقى الرئيس على هامش لقاءته المستشارة الألمانية أنجلا ميركل وأشاد الرئيس خلال اللقاء بالتناغم الملحوظ والطفرة النوعية في العلاقات السنائية بين مصر وألمانيا وأكد تعزيز التنسيق السياسي وتبادل وجهة النظر في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي وعضوية ألمانيا في مجلس الأمن اشتركوا في القناة